إذن أسئلة كثيرة تطرح في إطار نشر أربعة أساطيل إيرانية وفي موازاتي أيضا تسخين من قبل الجانب الأوروبي والأمريكي وهل تنطبق فكرة عسكرة البحر الأحمر بشكل كامل سأناقش هذا من دبي المختص في شؤون إيران وآسيا الوسطى في قناة الحدث مسعود الفكسس مسعود أهلا بيك من بروكسل تنضم لينا ولينا أوريلي بوغنيت خبيرة السياسة الخارجية والدفاع الأوروبي أهلا بيكي أوريلي يعني أبدأ مع مسعود مسعود إلى أي حد يمكن ما تم نشره من قبل الإيرانيين اليوم ربما أربعة أساطيل مرة واحدة إلى أي حد يمكن قراءة فكرة التصعيد الإيراني دائما كنا نتحدث عن ردع وحرب ردع ممكن تكون مقبولة لكن فكرة أن يتحول الردع إلى حرب ومواجهة وعسكرة في خليج عدل والبحر الأحمر وهذه الممرات المائية ربما هذا السؤال أو هذا التخوف الأكبر تحيات لك وضيك الكريم بلا شك ما تقوم به إيران يمكن فهمه في إطار عرض القوة أمام الولايات المتحدة الأمريكية والتحالف الذي أوجدته البحر الأحمر وفي باب المندب والضربات التي وجهتها إلى الحوتيين إيران تريد أن تبعث رسالة للحوتيين الذين تدعموا وترفضهم بالسلاح والمال بأن إيران تقف إلى جانبها ولكن هل الأسطول الإيراني بإمكانه مواجهة القوة البحرية الأمريكية نحن نعرف القوة البحرية الأمريكية هي من ناحية الترتيب بالعالم الأولى تتقدم على الصين على الولايات المتحدة الأمريكية وعلى روسيا وأيضا إذا نظرنا إلى الترتيب نرى بأن إيران تقريبا في رتبة العشرين في حين هناك دول في منطقة الشرق الأوسط تتقدم على إيران دولتين عربيتين مصر ما زالت السفن الأمريكية تهاجم مسعود السفن الأمريكية ما زالت تهاجم تهديد الحوثي ما زال مستمر الشركات العاملة في البحر الأحمر تؤجل مرورها أو تغير مرورها وهنا عن الجدوى إذا كان ما تقوله صحيح فإلى أي حد يمكن القول أنه لا جدوى حتى الآن حتى من فكرة تأكيد الحماية في خليج عدن أو في البحر الأحمر بلا شك لو قرأنا التصريحات قائد القوة البحرية للجيش الإيراني شهرام إيراني يقول بأن هذه السفن في البحر الأحمر هي لحماية السفن التجارية الإيرانية ويقول أيضا بأن أسطولنا البحر يتواجد في منطقة لا يمكن للأساطير الأخرى تتواجد فيها يعني الحوثيين فلن يهاجموا السفن الإيرانية لذا هذه المقارمة من قائد القوى البحرية الإيرانية باعتقدي ليس في محله إيران في واقع الأمن تريد من ناحية أخرى تبرز نفسها كقوة بحرية بينما الأسطول الإيراني أسطول إلى حد ما أسطول قديم معظم القطع الإيرانية بمت إلى القوى البحرية الإيرانية قبل الثورة وكل هذه الأمور في واقع الأمن تجعل قوة المنافسة لهذه القوى البحرية شبه معدومة إلا أنها بإمكانها أن تخلق أجواء نوع من الأجواء التي تظهر للعالم بأنها بإمكانها خلق توتر أو الأمن في البحر الأحمر طيب أوريلي بوغنيت في بروكسل ماذا بعد؟ هذا هو السؤال الآن يعني بالأمس كنا نناقش القوة الأوروبية التي يعني الأوروبيون ينون تشكيلها في البحر الأحمر ولكن والأمريكيين موجودين بقوة شكلة الشهر الماضي وبريطانيين موجودين أيضا الضربات مستمرة على الحوثيين لكن اليوم مجموعة CMASG تغير مصار عبورها أيضا شركة شحن مارسك ما زالت مضطرة أن الأوضاع مضطربة حركة السفن غير آمنة وبالتالي هنا السؤال الأبرز عن الجدوى يعني بعد كل هذه العسكرة في البحر الأحمر ما زال الحوثيون يحدثون هذا الارتباك في حركة التجارة البحرية نعم بالنسبة لبروكسل ولكل أدول الأوروبية هو سبب قلق ومدعاة للقلق لنا جميعا ونتحدث عن مخاطر المنطقة وتصعيد للمنطقة إن لم يكن على نطاق أوسع ونحن قررنا توجيه بعثة عسكرية سفن في البحر الأحمر للمراقبة وللردع من أي هجوم من حوثي هذه الفكرة وكما قلت فهي عسكرة كما قلت أوجدت بسبب هذه الهجمات التي تقوم بها قوات الحوثيين على السفن الأوروبيين يقومون ببعثة مختلفة عن الأمريكيين وهم أصبح لهم بصمة أخرى ووجود آخر في المنطقة بالأمس طرحت هذا السؤال وهو فكرة هل تتفقين أن في اختلاف ما بين الرؤية الأمريكية والرؤية الأوروبية لأنه لو كان كذلك لا شكل الأوروبيون والأمريكيون قوة واحدة فقط لكن بالأمس الأوروبيون شكلوا قوة والأمريكيين لديهم قوة فعلا هل تعتقدين فيه اختلاف الرؤى ما بين الأمريكيين والأوروبيين ولمصلحة من في الوقت الراحل في أوروبا هذه البثاء التي ستكون في خليج عدن وفي مضيق هرمز هذا هو الأوروبيين الخارج الاتحاد الأوروبي وخارج الاتحاد الأوروبي هم من لهم مثل هذه البثات في أنحاء العالم وسيستفيدون منها لتكون قادرة على الردى وهي مختلفة عن البثاء الأمريكية ولا تنطبق عليها نفس القواعد والقوانين فإن كان الأوروبيين سينضمون إلى البثة الأمريكية أو القوى الأمريكية سيتفقون مع طريقة عملها القوى الأوروبية دفاعية وطريقة تعاملهم مختلفة وبالتالي يقولون أن الفكرة هي أن السفن مثلا تعرضت لشيء هم يقومون بمراقبة فالولايات المتحدة ليس لها كلمة فيما يقوم به يقوم به الاتحاد الأوروبي في باتته طريقة القرار وطريقة العمل مختلفة بين الطرفين بالطبع هناك تنسيق بين الأوروبيين والأمريكان وبالتأكيد هناك تواصل إلا أنه سبب استغراء الوقت أطول فهو أن الدول مثل إسبانيا كانت مترددة في المشاركة في التحالف الأمريكي ولا يريدون أن يشاركوا مع الولايات المتحدة بسبب الطرف المسؤول عن اتخاذ القرار ومنوعية القرارات المتخذة والمواجهات وبالتالي هذا ينطلع على كل الدول في المنطقة أستاذ مسعود بعض الكتابات اليوم مختلفة شوية مغايرة وناقشها معك الحقيقة البعض يقول ومن قال أن إيران ممكن أن تريد التهدئة تحديدا في البحر الأحمر قد تسعى إلى التهدئة في الخليج العربي لأنه يعني هي متأثرة به بشكل كبير لكن البحر الأحمر هي تحارب في غير أراضيها فمن مصلحتها أن يكون هناك ذلك التوتير الكبير كأداء ضغط على كل الدول المتشاطئة مع البحر الأحمر وقد يصل الضغط إلى مصر نفسها عبر قناة السويس وبالتالي هذه الرؤية إلى أي حد ممكن تكون إحدى أدوات الضغط الإيراني في توتير هذا الممر المائي الذي هو بعيد عنها أصلا وزير خارجي الإيراني في مقابل وسائل الإعلام الأمريكي قال بأن إيران تريد التهدئة في البحر الأحمر وتريد سلامة الملاحة تكون مضمون في البحر الأحمر ولكن عملياً نحن نعرف الطرف الذي يهدد الملاحة في البحر الأحمر هو طرف متحالف مع إيران إيران تؤكد بأنها لا لا يمكنها أن تتحكم بالقرار الحوثي وتعتبر القرار الحوثي قراراً مستقلاً يتم اتخاذه من قبل الحوثيين وفقاً لمصالح بلدهم حسب ما تقول إيران ولكن من يعطيك السلاح من يعطيك المال من يعطيك الإمكانيات من يمدك بكثير من المستلزمات التي تجعلك تصبح قوة تهدد الأمن أمن الملاحة البحرية هو يعتبر شريك مع ما تقوم به لا يمكن لإيران من ناحية حتى الأثلاقية أن تقول أنا لا دور لي فيما يقوم به الحوثي في البحر الأحمر لا إيران لها دور وهذا عمل كلام منطقي هذا الدور هو الدور الإيراني ولكن دور بالنيابة لذا ما يتم في البحر الأحمر في واقع الأمر يرى الأمريكيون ويرى الأوروبيون بأن إيران هي أيضاً مسؤولة ويعتبرونها مسؤولة مباشرة في هذا الأمر لأن هي داعم أساسي لمن ينفذ هذا اللأأم من يطبق اللأأم في البحر الأحمر والضرر الأول هو للدول المشاطئة للبحر الأحمر وليس لإسرائيل لأن إسرائيل معظم معظم تجارة إسرائيل تتم عبر البحر المتوسط صحيح أخذ رأي أورلي بوغنيت في هذه النقطة هل لما لا يتواصل أورلي الأوروبيون مباشرة مع الإيرانيين طالما الكل يعرف أوروبيون وأمريكيون أن الروموت كنترول والمفتاح موجود في طهران وليس عند الحوثيين في اليمن لماذا لا يتواصل الأوروبيون سياسياً بشكل مباشر هل قطع الحبل بشكل كامل أما زال هناك ذلك الاتصال الذي كنا نتابعه في مفاوضات الملف الإيراني النووي دائما نتوقع أن الأوروبيين يتواصلون مع طهران بشكل أو بآخر وعلى مستوى الأوروبي أو في العواصم الأوروبية وكما قلت كما فعلوا في الملف النووي هناك اتصالات وكانت وتحدثوا بشكل علني أنهم لا يريدون عودة الميليشيا الإيرانية للعودة وتزعزع استقرار المنطقة وطلبوا مباشرة من إيران للمساعدة أن هذه الميليشيا لا تؤدي إلى مزيد من زعزعة الاقتصاد استقرار هناك قنوات لكننا لسنا على إطلاع بكل ما يتم فهذه الدبلوميوسية دائما تحدث وراء الأبواب الموصدة إلا أنني أعتقد أن هناك اتصالات حسب ما نعلم والسؤال هل إيران ستصغي وهل ستفعل شيئا حيال ذلك والأوروبيين وجدوا هذه القوة في تلك المنطقة ليبدو جديتهم وجدية وقوفهم في وجه الحوثيين وأنهم يقصدون ذلك وينوون فعل شيء ويبدون أن يظهروا لإيران أنهم قادرين على أن يكونوا في المنطقة وأن يكونوا قادرين على أن يكونوا فاعلين والتحدث مع إيران ربما ليس مباشرة لكن عبر أدرعها أو أوسط والتحدث حول تسلح الحوثيين وزعزعتهم للاستقرار واستعراض القوة جيد لكن الدبلوماسية هي التي توصل هذه الرسالة أستاذ مسعود في المقابل وهو سؤال أنه ليس له علاقة بفكرة التفاوضات أوروبية أو أمريكية بالعكس دي عقيدة وهنا أحيي لك إلى ما قاله قاسم سليماني زمان حينما تحدث عن فكرة الجهاد البحري وتحدث عن الجهاد البحري وهو تعكير صفو الممرات البحرية في المنطقة بدءا من الخليج العربي وصولا إلى البحر الأحمر وخليج عدن وعمان وغيرها من كل هذه الأمور وبالتالي هل الموضوع له علاقة بالسياسة أم أن الحرس الثوري الإيراني ينفذ نهجا رسم له من أيام قاسم سليماني حتى هذه اللحظة وفكرة الجهاد البحري أو الجهاد في البحر كما هم أطلقوا شعار الجهاد في المناطق المتوترة بلغتهم العراق سوريا لبنان واليمن بلا شك ما تفضلت به هو ضمن العقيدة السياسية الإيرانية هذه العقيدة السياسية مبنية على فكرة الحدود فكرة أممية العقيدة وأممية التواصل مع المستضعفين أينما كانوا هذه تعتبر ضمن العقيدة ومكون أساسي من العقيدة السياسية الإيرانية ليس من جمع حتى قاسم سليماني بل منذ تأسيس النظام في 1979 يرى بأنه كأنه كلف بأن يدافع عن المستضعفين في العالم ولكن عمليا النظام الإيراني مثل أي نظام آخر يدافع عن مصالحه يدافع عن ما يخدمه في الدرجة الأولى وفي الدرجة الأخيرة حتى باعتقادي حتى القائد القوة البحرية قائد القوة الحرس التوري الإيراني حسين سلامي قبل فترة قال نحن نتحكم في تسع ممرات مائية في العالم هذه الرسالة هي مبالغ فيها طبعا وهي نوع من إظهار القوة والمبالغة في هذه القوة ولكن في النهاية تظهر ما هو خلف هذا الكلام بأنه إيران لا تريد أن تكون محصورة في حدودها الجغرافية هذه الحدود الجغرافية كانت برية أو كانت مائية أو كانت في الجو لذا نرى برامج طموحة لديها البرنامج الصاروخي البرنامج الفضاء الذي مرتبط بالبرنامج الصاروخي ويثير قلق من هم قلقون مما تقوم به إيران لذا إيران تتصرف قطعا لهذه العقيدة التي تعتبر جزء من تكوين النظام في 1979 سيد مسعود الفك المختص في الشأن الإيراني أورلي بوغنات الخبيرة السياسة الخارجية والدفاع الأوروبي شكرا جزيلا أورلي شكرا جزيلا ترجمة نانسي قنقر